بسم الله الرحمن الرحيم سعيدة أكون معاكم وإحنا بنصور هنا من المؤتمر الموحد للجهاز الهدمي والكبد أنا دكتور جمال عصمت نائب رئيس جماعة القاهرة السابق ومستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية الحقيقة في مرضى كتير بيجي يسألونا هل فعلا ممكن أشفى تماما من فيروسي الحقيقة الإجابة نعم ونعم كبيرة جدا لأن فيروسي هو المرض أو هو الفيروس الوحيد المزمن الذي يمكن الشفاء منه يعني حاليا بالأدوية الحديثة اللي احنا بنستخدمها في مصر نسبة الشفاء من فيروسي أكتر من 96% يعني كل 100 مريض بنعالجهم بيشفى منهم تماما 96% والأربعة الآخرين بياخدوا كرصات متقدمة أخرى وبيشفوا برضو تماما فمعنى كده أن فيروسي يمكن الشفاء منه تماما من غير ما يسيب أي أثار داخل جسم الإنسان وخصوصا لو تم اكتشافه في مرحلة مبكرة وقبل الوصول للتلايف أما إذا كان حصل أن هو وصل لتلايف فهيتم الشفاء من الفيروسي لكن هيبقى التلايف موجود في الكبد والمفروض أن هذا الشخص يتابع مع الطبيب الخاص به مش عشان فيروسي لكن عشان التلايف اللي موجود عنده في الكبد في سؤال تاني بنسأله دايما وهو أن أنا بروح أعمل تحليل حتى بعد ما انت قلتولي أن أنا شفيت من فيروسي التحليل يقولي لأ ده أنت عندك فيروسي لأ التحليل بيقول أن أنت أصبت فيروسي فالHCV Antibody أو الأجسام المضادة لفيروسي لا تعني وجود فيروسي لكن تعني أن فيروسي دخل الجسم قبل كده فعشان كده دايما الHCV Antibody اللي بيتعامل أو الأجسام المضادة لا تعبر عن وجود الفيروس لكن تعبر على أن الفيروس دخل الجسم قبل كده أما الدليل الوحيد على أن الفيروس موجود في الجسم هو التحليل اللي احنا بقوله عليه الPCR وهو اللي بيطلع عدد للفيروسات ونقدر نعرف عدد الفيروسات دي قده أما الPCR طلع سلبي فمعنى كده الفيروس مش موجود حتى لو الأجسام المضادة إيجابية فده معناها أن الفيروس دخل الجسم قبل كده وإما الجسم تخلص من الفيروس لوحده من غير أي تدخل مننا ودي نسبة حوالي 25-30% من الأشخاص أو أنه حتى بعد ما خد علاج الأدوية الحديثة اللي هي نسبة شفاء الناس منها أكتر من 96% فبنتخلص من الفيروس لكن الأجسام المضادة الإيجابية بتفضل موجودة على طول لأن دي أجسام كونها جسم الإنسان مش كونها الفيروس نفسه عشان كده أرجع تاني وأقول الشفاء من فيروسي هو شفاء تام بحمد الله وليس له هناك أي مشكلة في عودة الفيروس تاني بعد الشفاء والتأكد من الشفاء ب3 إلى 6 شهور من التحليل لكن النقطة اللي لازم أوضحها برضو لإخواننا المرضى أن ممكن الإنسان يتعدي تاني بفيروسي لأن الواحد ممكن يأخذ عدوى ويأخذ عدوى مرة تانية ومرة تالتة وده إذا استمر على ممارسة بعض العادات الصحية غير السليمة زي استخدام فرش أسنان الآخرين مكنة حلائة الآخرين مقص الضوافر فرشة الأسنان أليفة الحموم كل دي عوامل ممكن تؤدي إلى الإنسان ممكن يصاب مرة تانية بالفيروس زي وزي أي شخص عادي لكن لو فعلا حصل شفاء من الفيروس فده شفاء تام وليس هناك احتمال لعودة الفيروس تاني وزي ما قلت لحضراتكم الحمد لله فيروسي هو الفيروس المزمن الوحيد الذي يمكن الشفاء منه تماما وشكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة